اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضفة فيها دي الفقرة دكتور رحمة سابت هنتكلم عن طريقة لعب الانتاج وأهم الأرقام والإحساءات الخاصة والمقارنات الخاصة ما بين لعب النادي الأهلي ولعب الانتاج الحربي وأيضا مدير فني لإنتاج الحربي والمدير فني للنادي الأهلي زكا دكتور الحمد لله أخبارك إيه الحمد لله الاهلي هيلعب بالتشيورت الابياد? اللح الأحمر ولا الاسود اللحمر إن شاء الله اللحمر? هه متأكد؟ متأكد عشان انت ناس كتيرة بتسألك أنا شايف على الفيسبوك الناس كتيرة بتسألك اللحمر ولا الاسود هو فيه كلام طلع من مبيرح عقول مبيرح إن الاهل هيلبس اللسود لا والاهل النهاردة هيلبس تشيرت الاحمر لان ده اصلا كمان ماتش الاهلي يعني ماتش الاهلي الاساسي فيما يعتبر على ملعب الاهلي يعني. تمام. ان شاء الله هنلبس زي الاحمر يعني. احمر ابيض احمر. اه بازن الله. صحي كده? اه. طيب. اه عندك ايه النهاردة هنتكلم فيه لانه اه النهاردة مباراة اه تاني مباراة في دوري العام المصري والمباراة صعبة اه الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي. اه الاول حاجة طبعا النهاردة مباراة يعني اكيد محطة صعبة من ضمن المحطات اللي بتقابل ريني فايلر في بدايته مع النادي الاهلي بتقابل النهاردة مدرب مخادرم زي كابتن مختار مختار. اه عنده خبرة بيحب يلعب مباراة الكبيرة اوي اللي هي قدام الاهلي قدام الزمالك تحس ان هو بيحب تاكتك حتى في السنة اللي فاتت اه في الموسم الماضي تعادلنا معاه في الدور الاول. فالمبارت بتاعته بطبق صعبة جدا. يمكن النهاردة انه ندخل سريعا على طول في المقارنات. مقارنة ما بين ريني فايلر ما بين كابتن مختار مختار. يمكن طبعا كابتن مختار عنده سبعة وستين سنة. ريني فايلر عنده ستة واربعين سنة. آآ كابتن مختار مسك الانتاج الحربي من عشرين مارس الفين وسبعتاشر. يعني بقاله اكتر من سنات وقاله سنتين. او اكتر من سنتين. لعب مع الفريق سبعة وتمانين مباراة. طيب. ستة وعشرين. خسر تلاتين. اتعاد الواحد وتلاتين. احرازه اتنين وتسعين هدف ودخل شباكهم تمانية وتسعين هدف. ريني فايلر طبعا لعب اربع مباريات كسب الاربعة ما هتعدلش ولا ما اخسرش احرز عشر اهداف ودخلت شباكه هدفين. هو اول اختبار حقيقي زي ما الناس بتقول. النهاردة اول اختبار حقيقي? هم قالوا اول منافس كبير. حاجة غريبة جدا. ماشي. نكمل. اه. تاريخ مواجهات النادي الاهلي. اه. اه. مع كابتن مختار مختار. اه. يمكن ده بقى الشرح مفصل. ايه. لتاريخ مواجهات كابتن مختار مختار بالتفصيل. اه. بشكل عام. اه. لما كمسك كل حاجة. اه. يعني هنتكلم على كمان قبل كم مدرب. وقبل. فضل. مانو الجزيه قد ايه وكده. ممكن هو لعب النادي الاهلي 24 مباراة. ايه. فاز في مباراة واحدة كانت قدام مانو الجزيه. اتعادل تمانية. خسر خمستاشر. احرز تسعتاشر هدف. ودخل شباكه خمسة واربعين هدف. قدام النادي الاهلي. نبص بقى على بالتفصيل اللي 24 مباراة دول كانوا ازاي. يعني النهاردة المواجهة الخمسة وعشرين. لكابتن مختار مختار قدام النادي الاهلي. الاربعة وعشرين منهم عشرة قدام جزيه. اه. فاز واحدة ومانو الجزيه كسب سبعة. وتعادل له اتنين. النادي الاهلي او مع مانو الجزيه احرزه عشرين هدف. وكابتن مختار احرز تمان اهداف. مع حسام كابتن حسام البدري. لقى بسبع مباريات. ما كسبش ولا مباراة. خسر اربعة وتعادل تلاتة. يعني هو اتعادل قدام مانو الجزيه اتنين. وتعادل قدام حسام البدري تلاتة. مع كابتن فتح مبروك خسر المباراتين. مع بون فرير الهولندي اتعادل مباراة وخسر مباراة مع مارتين يول قبله مباراة اتعادل فيها مع باترس كارتيرون قبله مباراة اتعادل فيها برضو يعني هو اتعادل مع مارتين يول وتعادل مع مع باترس كارتيرون وتعادل مع بون فرير. وتعادل مع كل المدربين مع عدل الاسارتي وفتح مبروك. مع عدل الاسارتي وفتح مبروك. مع مارت الاسارتي يمكن هو خسركة المواجهة الاخيرة. اه. دخلت شباكه هدف واحد. يمكن ده دي المقارنة بالتفصيل. النهار ده المواجهة رقم خمسة وعشرين. هتوبة قدام ريني فايلر مدرب النادي الاهلي. طيب خلينا نروح بقى للتشكيل المتوقع المتوقع للانتاج الحربي وليس التشكيل الرسمي. اه. التشكيل المتوقع يمكن كابتن مختار مختار طريقة لعبه. وكل تأكيد يعني كابتن مختار قدام النادي الاهلي اربعة تلاتة اتنين واحد. وانت مغمد عينك كده قدام الفرق الكبيرة اربعة تلاتة اتنين واحد دايما بيلعب بليبرو في وسط الملعب. اه. ودايما بيلعب دفاع كومباكت او دفاع منظم وبيعتمد على الهجمات المرتدة في الظاهرين. وبيسموها شجرة الكريسماس. اي. تلاتة الارتكاز دول. يمكن في حراسة المرمى عامر عامر. وكان واحد من افضل الحراس في الموسم الماضي. الاتنين المساكين. محمد بازوكا. ومعاز الحين. الباك اليمين سيد شبراوي. ده كان بيلعب في اسوان. احمد شديد اناوي. وهو بيواصل برضو تقلقه كل سنة. يبقى واحد من افضل الباكات الشمال في الدوري. ما بيخدش حقه بصراحة اعلاميا. حتى هنتكلم دلوقتي على اخطورته في المباراة الاولى. يمكن هو بدأ المباراة اللي فاتت بالتلاتة الارتكاز. كانوا محمود عادل وغنام محمد وكريق ومحمد فيرا. محمود عادل ومصطفى الجمل ومحمد فيرا. المباراة دي اتوقع ان هو هيدخل ايمن الترابولسي اللي هو القادم من النجم الساحلي. بنسبة كبيرة. ليه? لان هو اداله في المباراة الاولى في الشرط التاني من اول من اول دقيقة. فواضح ان هو عايز يجهزه للمواجهة دي. ايمن الترابولسي ده كان بيلعب في النجم الساحلي. هو منطق الاعارة موسم للانتاج الحربي. هو مميز انك احنا معنا فيديوهات ليه? هو مميز بالنوع لعيب قطع كرات لعب قدام نادي الزمالك مع النجم الساحلي. اه لعيب عامل زي يحسام عشور كده. اللي هو بيقطع كورة وبيسلم لعيب قوي برضو بدنيا عنده خبرات. بيلعب في النجم الساحلي لعب دور عبطال افريقيا لعب كونفيدرالية لعب دوري تونسي. هو اللي قدامنا على الشاشة يمكن معنا بعض اللقطات ليه. ده كان قدام نادي الزمالك. هنلاقي السهم كده بيجي عليك لون اخضر اول ما بيلمس الكورة. اهو. واضح ان هو لعيب يعني كابتن المختار النهاردة بكل تأكيد هيلعب بتلات ارتكاز. اه. فاكيد ايمن الترابولسي حتى لو ما بدأش. هيكل يدور في الشوط التاني. لان ايمن الترابولسي القادم من النجم الساحلي لعيب ارتكاز دفاع مهم جدا. ايو. فكابتن المختار برضو عينه حلوة في الاختيارات. خاصة في الافارقة. النهاردة خطورت الانتاج الحربي كلها في الاربع افارقة بتاعهم. هنتكلم لما نوصل لهم هنتكلم عنهم. اه. ايمن الترابولسي ده اللي قدام قدامنا على الشاشة لقطات ليه. لعيب بيعاف يسلم عنده الرؤية. ولعيب قطع وقرات كويس. كان بيلعاف في نادي كبير كمان. اه. في النجم الساحلي. وده بير فخلي بالك. اه. وقادم من يعني اعارة موسم. اه اعارة موسم. بص حالك. لأ اللقطات ليه برضو بيسلم ودي كانت قدام نادي الزمالك. ده مصطفى فتحي وباسم مرسي وكهرابة. ممكن دي بعض اللقطات لأيمن الترابولسي. الاتنين اللي ارتكازت تانيين. مصطفى الجمل ومحمد فيرا. قادم من. من بترجيت. اه. اللعيب اللي كان بيلعب طرف. هو كابتن مختار بيوظفه كارتكاز تالت. تمام. يمكن هو عندهم اللي احتياطي برضو غنام محمد وكريم لالا. يمكن هو التلاتة الارتكاز. اللي هم اللي التلاتة اللي فوسة الملعب. واحد بناكهة دفاعية بحتة. اللي هو ايمن الترابولسي. على اليمين مصطفى الجمل. وعلى الشمال اللي بيبقى ناحية الشمال ده بيبقى هجومي نوعا ما. فبعض الناس تشوف طريقة الانتاج. في بعض الاوقات اللي هي بتتحول ليه اربعة اتنين تلاتة واحد. ليه? لان الارتكاز التالت ده هو اللي بيحاول بيخش كصانع العاب والطرقة تتفرد كده. يتحول لاربعة اتنين تلاتة واحد. بدخول اللعيب التالت ده. اللي هو محمد فييرا او كريم لالا. اللي هو الاحتياطي بتاعه. فدول التلاتة الارتكاز بتوع الانتاج الحربي. الاتنين الاطراف المهمين جدا. واختر اتنين اللي الانتاج الحربي. على مستوى السرعات. ماما دونياس. اللي عيد جناح المرتاني اللي كان بيلعب في الدوري اللبناني. ده اللي حيلعب النهارده في ظهر علي معلول. ماما دونياس. اللي بيلعب ناحية اليمين. وموسى دي وارة طبعا كلنا عارفينه. من السنة اللي فاتت. لعيب سريع. ولعيب قوي جدا بدنيا. واتطور بشكل كبير جدا. والمهاجم قدام محمد رجب. دايما بصمة كابتن مختار مختار في كل موسم. انه هو بيصنع فراودة. بيجيب الهاجم كده تحس انه بيبقى المهاجم ميت. يحييه تاني. حصلت مع خالد امر. حصلت مع اكتر من مهاجم. يعني خالد امر. حصلت مع محمد رجب. حصلت حتى مع اه عمر السعيد. مهاجم نادي الزمالك. اكتر من كاسونجو. مع الاتحاد السكنداري. اكتر من حد كابتن مختار دايما بيصنع المهاجمين. عنده الميزة لي. انه هو مهاجم بيبقى عليه كده تحس انه عليه رمل او غبار بيشيلها من عليه ويخليه مهاجم بنكية الهداف دايما تلاقيه من هدافين الدوري دايما ميزة كابتن مختار ممكن احنا قلنا هو دايما بيعمل كسافة عددية في وسط الملعب بالتلاتة الارتكاز اللي بيعملهم وبالتالي النهاردة عشان تكسب كابتن مختار مختار لازم تشغل الاطراف والنهاردة اصلا ميزة طريقة فيلر انه هو طريقته اصلا بتعتمد على الاطراف علي معلول واحمد فتحي او محمد هاني اللي هو في الناحية اليمين وناحية الشمال فانت النهاردة مهم جدا ان انت تشغل الاطراف لان انت بتلاعب فريق هيقفل لك العمق بتلاتة ارتكاز دي طريقة كابتن مختار مختار ماشي تمام ده يمكن اول حاجة كسافة العددية اللي بيعملها في وسط الملعب الحاجة التانية ان انت عندك جناحين مهمين جدا زي ما قلنا ماما دنيا خلينا نبدأ بقى الصور على طول عشان الناس برضو وهي اول صورة معنا يمكن دي اه الجبهة اليسرى الخطيرة اللي فيها عرضيات احمد شديد اناوي ايه ودي اللي حزرها ريني فايلر من العيب النادي الاهلي من الجبهة دي ريني فايلر تمام خلينا نشوف الصورة عرضيات احمد شديد اناوي طبعا دي اول اول حاجة الجبهة الشمال زي ما احنا شايفين على الصورة احمد شديد اناوي ده يمكن الكرة اللي جاملها الهدف احمد شديد اناوي عمل العرضية لي المدونياس اللي هو الجناح اليمين اللي هو الجناح اليمين يمكنregierung مماظونياس ده hiil Golf Li valve واحد من افضل الباكات الشمال دايما بيبدأ بيقدم مواسم كويسة ولعيب عنده خبرات كبيرة جدا ولعيب النادي للاهل الصابق طبعا لازم نخلّل لبالنا من الجابهة اللي فيه احمد شديد اناوي اول حاجة جي منها هادف من عرضية والصورة اللي بعدها هنلاقي ان هو تسبب دي الصورة اللي بعدها دي اللي هي عملت عرضية ومن ودن ياس واضح ان هو لمسيته للكورة حلوة لف بالمدافع وعمل لف حلوة جدا في الاستلامة ودوران وسجل جون. الصورة اللي بعدها هنبص اللهي احمد شديد يناوي بتسبب فراكلة جزاء لصالح الانتاج اذا احمد شديد يناوي بيمثل نقطة كوة كبيرة للانتاج الحربي في الجبهة اليسرى. لعيب عنده خبرات يعني لو بصنا حتى على ارقامه هنلاقي المقارنة ما بينه ما بين علي معلول. ما نوصل للمقارنة لكن خلينا نتكلف بقية الصور لو عندنا خلص لا يبقى خلينا نروح لمقارنة ما بين علي وما بين. دي الجبهة اللي هي الجبهة الشمال القوية. اه. اللي هي في احمد شديد يناوي طبعا الجبهة الشمال القوية علي معلول واحمد شديد يناوي في النادي الاهلي احمد شديد يناوي الانتاج الحربي وعلي معلول في النادي الاهلي يمكن علي معلول تسعة وعشرين سنة احمد شديد تلاتة وتلاتين سنة يمكن أحمد شديد إناوي معه أربعة بص حدك على البطولات بتاعته أخذها مع النادي الأهلي أربعة دوري اتنين كاس سوبر أفريقي واحد سوبر مصري تلاتة دوري أبطال أفريقيا يعني لعيب عنده خبرات أفريقية كبيرة جدا علي معلول عنده تلاتة دوري مصري أفريقيا ومحلية كاس مصر كاس سوبر دوري تونسي هدف دوري تونسي فأنت بتتكلم على باكين شمال في منطقة قوة علي معلول لعب 291 في كل الأندية مسجل 51 هدف وعمل 71 أسست أحمد شديد إناوي لعب 398 في جماعة الأندية عمل 60 أسست رقم كويس 60 رقم كويس ومسجل 22 هدف يعني يعتبر من أعلى البكات في مصر تسجيلة للمصريين أهدفه صناعة كمان 60 يعني كل سنة بيديك أسستات كتير ويه المجولة الأولى صنع هدف وتسبب في هدف اللي هي الجابها اليسرى اللي فيها أحمد شديد إناوي نخلي بالنا منها النهاردة أعتقد أنها يبقى قدامهم سواء محمد أني أو أحمد فتحي وحسن الشحات يخلي بالهم من الجابها دي لأن فيها أحمد شديد إناوي وفيها مصد يوارى الاثنين في منتهى الكوة الجابها الشمال للإنتاج الحرب خلنا نروح بقى لمقارنة ما بين مهاجمي الفريق أو على الأقل زي اللي تلعب آخر مباراة جونيور أجاييه ومحمد رجل طبعا جونيور أجاييه واحد زي ما قلنا أنه واحد من أفضل المهاجمين وقلنا أنه سر من أسرار تقلق النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وجود جونيور أجاييه كمهاجم وهمي جونيور أجاييه عامده 23 سنة لعب في الدوري 65 مشاركة مسجل 21 هدف وعامل 15 أسست محمد رجب 29 سنة لعب في الدوري 128 مشاركة أكتر من أجاييه يعني أجاييه لعب 65 هو لعب 128 مسجل 33 هدف وعامل 5 أسست يمكن هو مسجل في الجولة الأولى هدف زي ما قلنا بصمة كابتن مختار مختار في المهاجمين عنده محمد رجب وإحنا عندنا النحاة الثانية جونيور أجاييه واحد من أفضل المهاجمين اللي بتنزل تسقط للخلف وبتفضي مساحات في ظهر المدافعين لأجنحة وإيه لصانع الألعاب بالنسبة للنادي له طيب مقارنة بقى نروح لنحاة الشمال مقارنة ما بين الأجنحة رمضان صبحي وموسى ديوارة طبعا موسى ديوارة واحد من أسرع اللعيبة في الدوري ولعيب كوي جدا برضو رمضان بيمسل نقطة كبيرة جدا لنادي الأهلي الجناح الأيصر هنا والجناح الأيصر هنا رمضان مصري طبعا موسى ديوارة من غينيا عنده 23 سنة عنده 24 سنة رمضان مصري فعلا؟ رمضان اه وموليد سبعة وتسعين رمضان اه أنا شفتها بقى دورت عليها لقيتها يناير سبعة وتسعين فعلا؟ طيب ماشي يعني هو مصري وموليد سبعة وتسعين يناير سبعة وتسعين طيب ماشي اجمالي عدد المشاركات في جميع الأندية لرمضان مية خمسة وخمسين مشاركة موسى ديوارة واحد وستين رمضان مسجل 24 هدف بعد هدفه الأخير في الجولة الأولى و23 أسست موسى ديوارة عنده سبعة أسست ومسجل تلات أهداف ممكن موسى ديوارة ما أحرصه ولا هدف في الجولة الأولى لسه حتى الآن في الدوري موسى ديوارة لعيب سريع لعيب قوي بدنيا حيستخدمه في سواء في ظهر أحمد فتحة ومحمد هاني والنحية التانية ممكن يستخدمه برضو ويعمل سويتشات ما بينه وما بين نياس النحية التانية طيب بعد ما قرأت الأرقام دي هيفضل سبعة وتسعين برضو؟ هو يناير سبعة وتسعين هيفضل كده يعني؟ أو عشر يناير بالضبط سبعة وتسعين هيفضل كده؟ طيب يا مساهد منقرنا طيب خلينا نروح للجناح الأيمن يعني برضو على حسب آخر الموباليات حسين الشحات في النادي الأهلي وماما دونياس جناح الانتاج الحربي يمكن الناحية اليمين بقى الجناح اليمين ماما دونياس ده موريتاني يعني يمكن هو صفقة جديدة كان بلعف في التوري اللبناني كان بلعف في نادي اسمه السلام اللبناني عنده خمسة وعشرين سنة حسين الشحات سبعة وعشرين قادم من العين الإماراتي إجمالي عدد المشاركات بتاعة ماما دونياس خمسة وثلاثين مشاركة دول في آخر تلات مواسم مسجل ستاشر هدف الموسم الأخير في الدول اللبناني لي مسجل سبعة هداف ومعنا برضو ليه فيديو ممكن نعرضه هنلاقي أنه هو مسته في الفينيش الفينيش بتاعه كويس قوي المهاجم ماما دونياس هو ده اللي قدامنا على الشاشة ده لما كان في نادي السلام اللبناني ايو كان بيلعب راس حربة صريح واضح كده أنه هو هداف عنده حسة التهديف كابتن مختار بيستغل سرعاته في أنه هو حطه موظفه كجناح جناح يمين لكن لما كان في الدور اللبناني كان بيلعب كمهاجم صريح يعني واضح هو في الصورة قدامنا أنه هو كان بيلعب مهاجم صريح في الدوري اللبناني قدامنا على الشاشة هنبص يعني ممكن يلعب برضو كمهاجم صريح اه ممكن يلعب كمهاجم صريح لو احتاجه في بعض الفترات هو قطع كورة وجابها جول فهو واضح أنه هو كان في الدوري اللبناني بيلعب كمهاجم صريح هو شابتن مختار ووظفه في الانتاج الحربي في المباراة الأولى كجناح يمين وسجل هدف في اللي هو عملها له عرضية أحمد شديد يناوي في أولى مباراة الدوري العرب احنا اتكلمنا على الأفارقة ماما دونياس اتكلمنا على موسى ديوارة اتكلمنا على أيمن الترابلسي اتكلمنا على محمد فييرا أربع أفارقة النهاردة في منطقة القوة للانتاج الحربي خطورة الانتاج الحربي النهاردة في الأربع أفارقة ماما دونياس موسى ديوارة أيمن الترابلسي لعيب خبرة ارتكاس دفاع كواس جدا ومحمد فييرا القادم من بتروجيت ممكن تستخدمه كاجناح وممكن هو بيستخدمه كارتكاس ثالث زي ما عمل في المباراة الأولى طيب عامل من العامل الهمة جدا حراسة المرح خلينا نروح لمقارنة ما بين محمد الشناوي وعمل عامل طبعا محمد الشناوي يمكن أنا قريت النهاردة تصريحات لمدرب الحراس قال أنه هو أفضل حارس تدرب على إيده المدرب الحراس إنه دي الأهل الجديد يمكن هو محمد الشناوي طوله 191 سنتي عامل عامل أقصر 183 سنتي السن عامل عامل أكبر 32 سنة الشناوي 30 سنة الإجمالي عدد المشاركات في الدوري في طولة الدوري قريبين قريبين 191 و 188 أيوه الاستقبل أهداف هنلاقي إن الشناوي استقبل 181 هدف سواء مع النادي الأهلي سواء مع عبد روجيت سواء مع طلاقة الجيش في كل الأندية اللي لعب فيها عامل عامل استقبل 204 هدف في كل الأندية برضو في كل الأندية الكيلين شيت بتاع الشناوي 71 عامل عامل 62 إجمالي عدد المشاركات في طولة كاس مصر الشناوي لعب 12 عامل عامل 11 أرقامهم متقربة حافظة عن نظافة شباكو 9 6 أو 5 طبعا المشاركات الدولية الشناوي أعلى 14 عامل عامل ملعبش دوليا دا يمكن المقارنة في مركز حراسة المرمى والنهاردة احنا دايما بنشوفه عامل عامل دايما بيتقلق قدام النادي الأهلي حتى في مباراة الدور الأول الثاني اللي فاتت عمل ماتش كويس جدا وعنده سرعة رد فعل كويس جدا الشناوي الناحية التانية شفناه في مباراة سموحة كان واحد من نجوم المباراة كان عنده سرعة رد فعل هايلة من محمود عزت في الدربة الركنية وكان فيه تزديدة أنقذها محمد الشناوي برضو اللعاب الوحيد اللي لعب اللي أربع مباراة بشكل أساسي كاملين تسعين دقيقة عامل السلاء لعب اللي أربع مباراة ولكن ملعبش خرج خرج لكن الشناوي اللعاب الوحيد اللي بيعتمد عليه رينيو فيلر ما بيغيروش نهائي الأربع مباراة لعبهم بشكل أساسي طيب شايف التشكيل المتوقع المتوقع للنادي الأهلي النادي الأهلي محمد الشناوي أعتقد رامي ربيع وياسر إبراهيم ممكن النهاردة يكون ياسر إبراهيم يدخله بحيث مدورة ما بينه ما بين أيمن أشرف محمد هاني علي معلول الاتنين اللي في النص طبعا حمدي فتحي والسلية قدامهم أفشة كل تأكيد رمضان صبحي وحسن الشحات رمضان صبح نحية الشمال وحسن الشحات نحية اليمين وقدام جونيور أجاي ده التشكيل الأقرب ممكن يسبت رامي ربيع وأيمن أشرف وممكن يدخل ياسر إبراهيم دي اللي ممكن يحصل فيه اختلاف يعني ياسر إبراهيم بصراحة عمل ماشي كبير جدا قدام نيد الزمالك بعدين أخد فترة راحة فممكن النهاردة نشوفه رامي ربيع بيمر بفترة كويسة جدا وبيقدم مباراة هيلة فصعب أنه ممكن يغيره فممكن يدخل رامي ربيع أو ياسر إبراهيم زي ما حصل في مباراة الزمالك برضو نحية اليمين دي اللي ممكن يحصل فيها تغيير سواء أحمد فتحي هل هيكمل ولا هيدور هيدخل محمد هاني اللي رايحه المطش اللي فات علي معلول بكل تأكيد ولا هيبقى أساسي لأن محمود وحيد بره القايمة الاتنين برضو اللي في النص مفيش خلاف عليه محمد فتحي وعمر السلية محمد مجدي أفشا برضو مفيش خلاف عليه رمضان وحسين الشحات يعني بكل تأكيد الدول سبتين الخمسة دول صعب النوع يغير فيه اللي قدام برضو جونيور أجايق أو صلاح محسن هل هياخد ولا لا بس الآرب جونيور أجايق يعني الخلافات بسيطة قوي يعني الناس اللي بتقول بيدور أو بيعمل روتيشن لو عداك بسيط هتلاقي أن هي كلها التشكيلة سابتة القوان بتاع النادي الأهلي سابت ولكن الاختلاف مثلا هتلاقي أحمد فتحي ولا محمد هاني دي رقم واحد رقم اتنين هاي دايما على طول الاختلاف بيبقى في الباكرايد دا الباكرايد دا مشكلة عشان فيه اتنين مميزين يعني فيها عندك دي رقم عمد فتحي طبعا حضرت فيه يعني انت عندك النهار دا أحمد فتحي ومحمد هاني الاتنين بيقدموا أداة كويس جدا فعل هايغير ولا لأ برضو ناحية الاتنين المساكين عندك مساكين كويسين وياسر إبراهيم هلا هياخد فرصة ولا لأ برضو رأس الحربة لكن الباقي سابت يعني الباقي حسين الشحات ورمضان هم ثبتهم محمد مجدي أفشا رمضان عمر السلية وحمد فتحي برضو علي معلول أصلا مفيش بكش مال في القايمة غيره فهو اللي هيبقى أساسي محمد الشناو الوحيد اللي لعبه لأربعة مباريات فبكل تأكيد هي التشكيلة ثابتة يعني واضح إنهم ثبت التشكيلة برضو هل جرالدو ممكن ياخد ولا هيبقى بديل دي يعني حاجات بسيطة قوي حاجات بسيطة اه لكن حتة الروتيشن هو الراجل بيستخدم سياسة التدوير بيدي راحة للعيبة عشان أنت عندك تتابع ومباريات بيخلق نوع من المنافسة لما تحس مما تدخل أليو ديونج هتلاقي النهار ده حمدي فتحي مقطع نفسه جوه الملعب عشان أخايف على مركزه دي حاجة مهمة جدا بيعمل نوع من المنافسة برضو في الرأس الحربة أجايه لما يلاقي سلاح محسن ويلاقي ولد أظهره دخلوا الماتش اللي فات هتلاقي إن أجايه بيطلع كل اللي عنده حتة الارتكاز بيعمل نوع من المنافسة وبيخلق دوافع جديدة مهمة جدا دي حاجة مهمة جدا علي معلول كنا كل سنة بنوصل النهاء أفريقيا ومايلعبش النهائي بسبب إنه هو ما بيتغيرش بيحصلش روتيشن السلماتش اللي فات دخل محمود وحيد فدي حاجة كويسة فأغلب اللي يعني هو ما بيغيرش بس في مركز حراسة المرمى دي الحاجة الوحيدة اللي ما غيرش فيه ولكن هو بيعمل روتيشن بطريقة منظمة وواضح كده إنه هو برضو في بعض اللعيبة اللي بدأ يقتنع بها مية في المية اللي دخل الدماغه خلاص إنه هو متأكد إنه هي بتنفس تعليماته زي حمدي فاتحي زي السلية زي أفشة زي محمد الشناوي زي علي معلول زي أحمد فاتحي اللعيبة دي واضح اللي هي القوامل أساسي بتاع الفرقة لكن التغيير بيبقى في حاجة بسيطة خلينا نروح لوصول الفريق الأول لكرة القدر بين الاهلي إلى ملعب السلام في مدينة السلام زي ما حضراتكم شايفين وصول ريني فيلر وبقية اللاعبين كابتن حسين الشحات كابتن سيد عبد الحفيز بقية اللاعبين بنحاول دايما ننقل لحضراتكم لحظة بلحظة وصول فريق النادي الأهلي منذ تحركه من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة علي معلول بقية اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين ووصولهم إلى أستاذ السلام محمد هاني لسه طبعا بعد قليل حنقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي حتى الآن لم يخرج التشكيل الرسمي من مدينة الإدارة كابتن ماري عبد العزيز ولكن قبل ما يخرج أو أول ما يخرج على طول حنقول لحضراتكم على الهواء مباشرة من سيكون في التشكيل الرسمي للنادي الأهلي ممكن يبدأ بأزهار وبرك شريف إكرامي أحد كابتن فريق النادي الأهلي ووصوله إلى الأستاذ رمضان صبحي طيب زي ما حضراتكم شايفين دايما بنبقى مع حضراتكم لحظة بلحظة أو بنحاول نبقى مع حضراتكم دائما لحظة بلحظة عشان تشوفوا إيه اللي بيحصل الأجواء نعايش حضراتكم في أجواء المباراة دكتور أحمد من الأقرب للفوز في هذه المباراة لأنه أحب أقول لك ليه لكن من الأقرب أعتقد يعني الأقرب النادي الأهلي إن شاء الله النادي الأهلي بيمر بفترة كويسة جدا أربع مباريات مع ريني فايلر كمان بتقدم كرة كويسة جدا ولكن المباريات دي ريني فايلر بيخلص بادري فإحنا لو استمرين على السياسة دي أعتقد أن المباراة مش هتتعقرب إن شاء الله دايما لما بتجيب هدف بادري في أول 15 دي بتسهل المباراة كتير خلينا نروح لزاملنا كريم أحمد من ملعب المباراة يطمننا على كل الأمور في ملعب أستاذ السلام اتفضل يا كريم كل التحية لك يا كابتال إسلام الشطر برحب بيك في البداية وبرحب بكل نجوم الستوديو التحليل لجمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يسهله ومرأة النادي الأهلي في سلسلة الانتصارات والأداء المميز تحت قيادة مستر ريني بايلر المدير الفني اللي ببصماته واضحة بشكل كبير جدا كابتال إسلام في التدريبات في الكرات السبتة في العرضيات أمور كثيرة جدا بيتم تطبيقه في التدريبات تصحيح أخطاء بشكل مستمر قراءات فنية ومنها أيضا الرجل يمكن لأكثر من مباراة بالتحديد المباراة الأخيرة لنادي الإنتاج الحربي أمام النادي مصر وفوزه بنتيجة 3-0 الرجل اتخرج على المباراة بشكل جيد جدا اتخرج اللعيبة على المباراة اتكلم على نقاط القوة والضعف والمهام الهجومية والدفاعية لخط الدفاع والهجوم والمنتصف النهاردة هنشوف غلق مساحات بشكل كبير يعني من خلال متابعتنا للتدريبات الأخيرة لفريق النادي الأهلي الرجل بيحاول أنه مع فريق النادي الأهلي يحفظ جمل وفي نفس الوقت يكون فيه الخطوط متقربة نقل الهجمة بشكل بأقل باص في الملعب الرجل شغال على هذا الأمر لكن بشكل عام حالة التركيز اللي شايفانها في فندو الإقامة للعب النادي الأهلي قبل التحرك والوصول إلى أستاذ السلام هي اللي بتخلينا عندنا سيقة كبيرة النادي الأهلي بينزل كل مباراة هي مباراة كاس وليس مباراة في بطولة الدور العام بالفعل الفريقين وصلوا إلى أستاذ السلام نادي الإنتاج الحربي والنادي الأهلي لسه طبعا التشكيل لم يظهر حتى الآن وأيضا اللاعبين اللي يكونوا خارج القائمة بعد الاختيار مستر فيلر 21 لعب إن شاء الله يا كابتن إسلام تكون المباراة النهاردة تحكميا ناخد حقنا في الكرة إن شاء الله بإذن الله خنيا والروح المعنوية كالعادة اللي بنارنا عليها للعابة النادي الأهلي تكون متواجدة رغم عدم وجود الجماهير كنا نتمنى يكون في عدد من الجماهير عدد قليل جمهور النادي الأهلي غير في المباراة لكن إن شاء الله بإذن الله سقطنا في اللاعبين ونحصة طلت نقاط يكونوا مهمين في بطولة الدوري العام أنا معاك لو فيها استفسارات يا كابتن إسلام بسيت على أرض الملعب يا كريم عشان تشوفها الأرض الملعب جيدة طبعا ملعب السلام من الملعب الجيدة جدا ولكن دايما مع بدايات في الخريف ومع بدايات الشتاء بتبقى الأمور أصعب شوي بأكد لك يا كابتن إسلام طبعا يمكن نقطة مهمة جدا وهي أرضية الملعب لكن الشغل الكبير اللي تم بزله وشغله فيه استاد السلام وفي كل الاستادات في بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت لها مردود كبير جدا لا بأكد لك أرضية الملعب أكثر من رائعة مفيش نجيلة مش عالية يعني فيه تهديب وفيه أمور كثيرة جدا بتطم وصيانة مستمرة الاستاد السلام الاستاد التطور بشكل كبير جدا على مستوى الغرف على مستوى الممرات لدخول الخروج وبتحديد كمان أرضية الملعب لا النهاردة إن شاء الله بإذن الله يعني أرضية الملعب تساعد النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيكون فيه أرض جيدة مفيش ما طبط بيطبق جمله اللي بتدرب عليها بتزيده حماس وتركيز لكن بشكل عام أرضية الملعب جيدة جدا وهتساعد إن شاء الله النادي الأهلي في الحصول وإذن الله على ثلاث نقاط ده كل تمنية أكيد جمهور النادي الأهلي كريم كان فيه كلام على أن وليد سليمان ومصطفى شبير ومحمود وحيد خارج القائمة هل الكلام ده صحيح ولا لا يمكن حتى هذه اللحظة مش هادر أكد على وليد سليمان لكن أؤكد على مصطفى شبير لكن وليد سليمان لسه حتى هذه اللحظة لم يتم الخروج حتى اللعبين من الغرف اللعيبة يمكن أول ما وسط تكافة الإسلام دخلت مباشرة كلهم إلى الغرف هنا في استاذ السلام لسه مش عارفين حتى هذه اللحظة لكن في خلال دقائق بسيطة جدا هيكون معاك بإذن الله تشكيل نادي الأهلي تشكيل الإنتاج وأيضا كمان اللعيبة اللي خرجت من القائمة الخاصة بها لنادي الأهلي جزيلا يا كريم وإن شاء الله أول ما هيجي لك التشكيل تقوله لنا على طوله نرجع لك مرة أخرى لقراءة تشكيل المباراة شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد من ملعب المباراة استاذ السلام زي ما حراركوا عارفين بس معلش هو طبعا استاذ السلام بتبقى تحت الأرض شوية فبتبقى العملية عملية وجود إرسال بتبقى صعبة شوية فحنحاول برضو مرة تانية أن احنا نجيب زميلنا كريم أحمد من ملعب المباراة يقول لنا على التشكيل الرسمي لهذه المباراة أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة تقول لنا أهم الأرقام ومن هو نجم المباراة من حيث الأرقام ومن حيث طبعا دائما بتبقى الأمور متوافقة مع الجماهير بإذن الله بالتوفيق الأول للنادي الأهلي وإن شاء الله نتقابل بعد المباراة شكرا جزيلا دكتور أحمد سابت حنطلع نشوف تقرير لمواجهات النادي الأهلي أو تاريخ المواجهات ما بين النادي الأهلي ونادي الإنتاج الحربي وبعد هذا التقرير ثلاثة من نجمنا الكبار النجم الكبير الكابتن مهر همام نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم الكبير كابتن أحمد بلال نتكلم عن أهم الخطوط أو أهم خطوط العريضة التكتكية الموجودة في النادي الأهلي ونادي الإنتاج الحربي بعد التقريب والفاصل استقبل مجم الكبير التقلالي والإنتاج في العديد من المناسبات منذ صعود الفريق التابعي للمؤسسة العسكرية لدور الأضواء والشغرة موسم 2009-2010 لعب الفريقان سويا 15 مباراة حقق الأهل الفوز في 11 مناسبة انتهت أربع مباريات بنتيجة التعادل ثلاث منها بنتيجة التعادل الإيجابي ومباراة وحيدة بنتيجة التعادل السلبي لم يتذوق الإنتاج الحربي طعم الفوز على النادي الأهلي يعد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول للأهلي هو أكثر اللاعبين ظهورا في مباريات الأهلي والإنتاج الحربي بينما كان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب النادي الأهلي عندما فز بنتيجة ثلاثة لواحد في المباراة التي أقيمت بتاريخ الثالث عشر من مارس عام 2014 خرج الآلي بشباك نظيفة أمام الإنتاج الحربي في ثماني مباريات فيما حافظ الإنتاج الحربي على نظافة شباكه أمام الأهلي في مباراة واحدة نجح ستة عشر لاعبا من النادي الأهلي في زيارة شباك الإنتاج الحربي بواقع ثلاثة وعشرين هدف حيث يعد جونيور أجاي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف بينما كان عماد متعب مهاجم الأهلي السابق هو صاحب أول أهداف القلع الحمراء في شباك الإنتاج الحربي وكان عمر السليالة عبوسة الأهلي الحالي هو صاحب آخر أهداف الفريق في شباك الإنتاج الذي اكتفى بزيارة شباك الأهلي في ثماني مناسبات فقط اشتركوا في القناة